نيجي مصر لما صلاح مش يتعور ومشي كلنا مصر كلها تهمته بالخيانة هو فيه يا جماعة ده راجل محترف وده الضوء الوحيد الاسبوت الوحيد اللي لينا اللي برة هو ده الاسبوت الوحيد واني مشرف الكرة المصرية لما بتال محمد صلاح بيقول لك مصر وإحنا نتهمه بان هو هرب وعشان نروح لعب في الدورة الإنجليزية وما لجلك ليه من الأول ليفربول كان ملعب ماتشات ومحمد صلاح كان موجود مع المنتخب إنما نطلعه بالصورة الوحشة دي قدام العالم عيب والله العظيم عيب يعني احنا نحافظ على شيء كويس بالنسباننا محمد صلاح يعني ده قيمة وقامة للرياضة المصرية باش اقول لك احنا لا عرفنا نستفيد منه كرويا ولا نستفيد منه سياحيا ولا نستفيد منه سياسيا ولا عرفنا نستفيد منه أي حاجة خالص احنا بس بنهدي كل حاجة كويسة فيه ناس قاعدة للكلام ده كله برامج الرياضية برامج الرياضية باسمع حاجات غريبة للشكل يقول لك النادي الاهلي المنظومة بشي الصلحة لما النادي الاهلي يبعد النادي الاهلي ايه تعالنا غير النادي الاهلي خلالنا نتكلم بالصراحة بقى تعالنا غير النادي الاهلي ورغم ذلك كان بتحارب من الاتحاد خبوا الجواب بتاعه بتاع نهاية إفريقيا اللي بتاع في المغرب وجاي تقول للتحاد كرة وسترزيل اي كان حقق وما حصلش أي حاجة ولا يحصل أي حاجة انتوا ليه بتداروا على الفشل ليه ليه الواحد حزين وهو بتكلم والله العظيم تلاتة الواحد تحرق دمه في البطولة ديت وبطولة من أسهل ما يمكن مشورده كنسات دخلت بالصدفة وكسبت ودخلت طلع هتقول لي بقى زي الجزائر المغرب تونس مصر خرجنا بس التانيين عندهم في حاجة بتتعمل صح في كرة بتتلعب بأنها مش توفية وهي كرة كده إنما احنا قال لك لا دي الفرقة التانية دي كلها طلعت يعني أني اتدار فيها بقى اختيارات غير عادلة في منتخبنا القومي لكرة القدم زي ما بولوكم كلها مجملات لعيبة ما بولوكم ما بتلعبش في الدور المصري إزاي تاخدها وسايب العيبة كانت متقلقة في الدور العام المصري بالكرة شوية الكرة اللي عندنا واللي مخلي المنظر العام كويس بالنسبة لكرة مصرية النادي بس خلاص اللي عاوز يزعل يزعل وانا بقى اللي مجنيني العقد بتاع المدرب انا مش بتكلم على انت في مصر هنا بتعاني وجبته مدرب ويمكن سيدة الرئيس النادي قالك جهزوا المدربين المصريين ما احنا فشلنا مع المدربين الأجانب مفيش جر واحد او اتنين اللي عمل نتائج بالنسبة للمنتخب إنما كل النتاج للتحققات كلها منتخب مصر بدليل لما قلنا حسن شحاته المعلم كابتن حسن شحاته يجي سيادة الوزير كلمه نقول لكم بقى دي حاجة اول مرة تعرفوه كلمه وقال له يا كابتن حسن مرتين جهز الجهاز بتاعك شانت هتمسك المنتخب كابتن حسن جهز كل حاجة وقاعد مستني عشان يروحوا يقابل الناس ويبدأ يتكلم طلع في الجرائد منشط هو اراه تعيين مدرب جديد بنتخب مصر با عندنا واحد زي كابتن حسن شحاته احنا ليه بنقلل من نفسنا ليه دي مصر بلد كبيرة قوي وولادها حاجة عظيمة قوي وفي كل المجالات بش في كورة القدم بس يطلع بعدين ما حدش يسأل فيه ولا حد يتكلمه ولا حد يعبره طب انت عايز اكتر من كده ايه والاخر تقولي انا ما قدرتش اشيل الاتحاد طب انت شيلت الاتحاد القابل والسالت الوزير قدرت له مستقيله حد يقدر يفتح بقه كله استقل ومشي انا عندي كلام كتير جدا عاوز اقوله لكن انا بصراحة انا بلوكم باختار الالفاظ عشان اقولها لان انا على شاشة والشاشة دي بتتأثر بها ناس كتير قوي واحنا خاصاتهم في الناد الاهلي بنبقى بنحاسب قوي في كلامنا مع كل الناس كلها بل دي شاشة فعشان كده انا بختار الكلام اللي اقوله انما انا عندي كلام لو قلته هزعى الناس كتير قوي اتمنى من الاتحاد المصر والكرة القدم قبل ما اختم الجزء ده لان انا معايا النهاردة ضيف وضيفتي ايه الاوي اوي اوي تسمع منه حاجات الاوي مرة تسمعوها وضيف شخصية كبيرة سياسية ورياضية وفي كل حاجة فعشان كده انا بقول الاتحاد الكرة من فضلكم ده طلب الشارع المصري استقيلوا يرحمكم الله فاصل وانواصل حلقة الليلة من المجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة